عام بعد عام تكبر كارثة العراق وتتعدد صورها وأشكالها منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 ولعل صناعة الفساد وتسويقه ومحاولة جعله جزءا من ثقافة العراقيين كانت وما زالت من أخطر وجوه تلك الكارثة وطوال 18 سنة مضت كان العراق يتسابق مع كل الدول الفاسدة ليكون بمقدمتها وفقا لتقارير منظمة الشفافية الدولية التي أكدت في تقريرها الأخير أن العراق من بين الدول العشر الأكثر فسادا في العالم فضلا عن تقارير البنك الدولي السنوية التي تؤكد أن الفساد في العراق دفع بالبلاد إلى خانة الدول الفاشلة الحكومات المتعاقبة في العراق بددت أكثر من تريليون دولار أمريكي من ثروات العراقيين ودفعت بالفساد ليكون حاضرا في كل ركن من أركان حياة العراقيين وهو نتاج طبيعي لطبقة سياسية رهنت إرادتها للأجنبي ووقفت ضد مصالح العراقي والعراقيين بل وساهمت في تغول الفساد الذي جعل العراق ضعيفا وفاقدا للقدرة على النهوض والبناء وعند الحديث عن الفساد في العراق فلابد للتطرق إلى تداعياته التي تجسدها نسب الفقر التي ترتفع سنويا في البلاد والتي أشارت وزارة التخطيط الحالية أن نسبة الفقر بلغت ستة وثلاثين في المئة وما هي إلا جزء من حقيقة ما يتعرض له العراق الذي يعيش أكثر من عشرة ملايين من شعبه تحت خط الفقر بينما يعيش ثلاثة أرباع العراقيين في فقر وحاجة في ظل ارتفاع الأسعار وغياب فرص العمل واتساع مساحة البطالة نسب البطالة التي تجاوزت عشرة ملايين عاطل بحسب اتحاد العمال في العراق وذلك في ظل استمرار إهمال الحكومة لقطاعات الصناعة والزراعة وجميع النشاطات التي من الممكن أن تفتح الأبواب أمام فرص عمل حقيقية للملايين من العراقيين وهكذا يبدو الفساد في العراق كغول يكبر ويوسع مساحة الظلمة وانسداد الأفاق أمام الشعب العراقي ويحرمه من أبسط حقوقه في حياة كريمة بفعل القوى السياسية المتسلطة على حكم العراق منذ احتلال العراق عام 2003 وحتى الآن